في الجزء ده ان شاء الله هنعمل اللي قولنا عنيه قبل كده اللي هو هنوصل عن طريق وجهة بالمايكرو كنترولر اللي هو التوصيل هيبقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين هنيجي على طرف على المايكرو كنترولر اللي هو لو انت بتستخدم بوردة الاردوين وهيبقى الانالوج فور والانالوج فايف الانالوج فور اللي هو بالنهاية الانالوج هي الاس دي ايه بالنهاية الانالوج فايف هي الاس سي ال مجرد ما تفعل هيتلغى وظيفتهم كانالوج بينز وهيشتغلوا كتو واير انترفيس اشتغلوا على وجهة طيب ايه الاي بيروم اللي احنا نستخدمها في حلقة النوار ده بص هو الاي بيروم اللي احنا نستخدمها المفروض ان هي ان هي الرقمين اللي بيبقوا على اليمين في الاخر دول بيرمزوا للحجم بتاع دي فده الحجم بتاعه ستاشر كيلو باطل الاربعة وستين لو مكتوبين هنا يبقى اربعة وستين كيلو باطل هل هيفرق في التواصلات على حسب الشركة المصنعة وعلى حسب هي ولا فيك ولا ان في انواع فيك مليا السوق تمام مفروض ان النوع ده اللي بتصنعه شركة تمام كده في انواع هتلاقيها اصلا محرفة في او الرقم وطريقة التعامل بتاعتها مختلفة تمام فعلى حسب النوع اللي انت بتستخدمه هيشتغل ازاي او على حسب انت هتبدأ تاخد معلوماتك من ما تنساش طبعا توصل توصيلة اللي هو اتنين هيشتغله كبولاب بكمية عبر وسبعة ومن عشرة كام معندكش مقاومة ربعة وسبعة ومن عشرة استخدم عشرة كام مقاومتين عشرة كام واحدة هتوصل والطرف التاني بالخمسة وده بيحمي عملية الكتاب عليه مش هنستخدمه والطرف ده وهتلاقي ترى ترى اطراف هما الـ A0 والـ A1 والـ A2 الـ A0 والـ A1 والـ A2 هتلاقون في بعض الـ EEPROM هم خاصين بعملية الـ Addressing بحيث لو انت هتستخدم اكتر من EEPROM فمفروب بيبقى فيه عنوان للـ Slave احنا قلنا ده هي Act as a slave فلازم يبقى له عنوان اللي هو الـ Device Address عنوان الـ Device ده على الـ Line فالعنوان ده لو انت موصل اكتر من واحدة وهي نزلت من المصنع بعنوان ثابت يبقى مش هتعرف تتعامل معه اكتر من واحدة لان لهم كلهم نفس العنوان فبيدي لك سماحية ان انت التلاتة بالـ Net دول تقدر تخرج عليهم ground او خمسة فولت فيبدأ يغير في العنوان يغير في العنوان ازاي اول اربع بتات من المصنع بيبقى برقم ثابت هو واحد صفر واحد صفر التلات بتات اللي بعدهم بيبقى على حسب اللي انت مختاره من هنا يعني لو انت التلاتة موصلهم بـ ground او مش موصلهم خالص يبقى تلات صفار لو انت وصلت الـ A0 بخمسة فولت ووصلت الـ A1 والـ A2 بـ ground هيبقى واحد صفر واحد صفر ده اللي قلنا الاربعة السابتين صفر صفر واحد A2 A1 A0 بيبقى قلنا الفكرة من هنا ان انت فيه انواع من الـ A-Prom هتلاقيها بتستخدم التلاتة دول خاصين بالـ addressing فيه انواع تانية هتبقى التلاتة دول خاص برقم الـ block اللي انت هتروح تكتف فيه بيانات خلاص تلاتة بيت دول بتبقى مخصصينهم كرقم الـ block لما ندخل في الـ data sheet هنفهم نقصد ايه اكتر من ده تمام يبقى دي التوصيلة المفروض ان احنا هنعملها واحنا بنستخدم الـ A-Prom طيب ايه الاعتبارات اللي احنا هنراعيها علشان لما نستخدم A-Prom مع الـ To-Wire Interface تعال ندخل اول حاجة دوقتي انا عندي A-Prom بتشتغل بوجهة الـ To-Wire Interface عايز اربطها بالـ microcontroller على نفس الوجهة فبالتالي هبدأ احمل بتاعتها وابدأ اقرأ التفاصيل اللي تهمني علشان اقدر ان انا اوصلها باستخدام المايكرو كنترولر زي ما قلت لك الـ A-Prom دي هتبقى المايكرو كنترولر هي Act as a master فنبدأ نفتح الـ data sheet ونشوف التفاصيل من داخل الـ data sheet ايه افضل data sheet هنلاقيتها بتوصف الموضوع ده تشريط خاصة زي ما احنا شايفين الـ 2-4-C 32 والـ 2-4-C 64 تمام زي ما قلنا 64 كيلو والـ 32 كيلو بيت زي ما هو باين ان هي بتتوصف على راجة الـ To-Wire Interface من نوع سيموس ايه بيروم اللي يهمنا في الكلام ده تعال نشوف هي بتشتغل او بتقبل انها تشتغل على فريكنسي ربعمائة كيلو هيرتز اللي هو اكتصف على الباص كمان بتقبل واحد ميجي هيرتز عند خمسة فولت وده طبعا مهم عند فولتية معينة طيب وستاند باي والريد والريد بيقول لك كل واحدة من دول بتستهلك قد ايه في الباور بعد كده الـ hardware data protection عشان تحمي من الكتاب عليها الكلام ده كله طبعا من المميزات زي ما انت شايف هنا تعالى لو احنا هنقصه النوع ده من الزاكرة بيقول لك فيه تمانية كيلو كل كيلو منهم يعني تمانية كيلو كادرس في الزاكرة تمان تلاف عنوان في الزاكرة بيدلوا على تمان تلاف مكان تمام التمن تلاف مكان او التمانية كيه اماكن كل مكان فيهم واحد بايت لما نيجي نفهم الـ pages هنفهم الكلام ده بيقول لك كل page بيمثل 32 بايت الزاكرة عشان كبيرة من الداخل بتتقسم لمجموعة من الـ pages او مجموعة من الصفحات كل صفحة بتحتوى على 32 بايت تمام يبقى 32 بايت مضروبة في متين ستة وخمسين صفحة طبعا زي ما هو كده مكتوب في الاول ان الساعة اللي هو بيدهالك بالكيلو بيت خلاص فمعنى ان هي فيها تمن تلاف مكان وكل مكان بتمانية بايت يبقى تمانية كيلو بايت تمانية كيلو بايت عبارة عن مبعه ستين الف كيلو بيت بتتكوم من متين ستة وخمسين صفحة كل صفحة بتتمثل في 32 بايت خلاص ده تقسيم الزاكرة من الداخل او عدد المرات اللي تقدر تمسح وتكتب على الزاكرة مليون مرة طبعا ده ليها اعتبارات معينة او مدة الاحتفاظ بالبيانات مئة سنة كلام طبعا النظري المهم وبيقول لك من مميزاتها ان هي مصممة بواسطة شركة سامسونج طيب تعالى نشوف الدياجرام بتاعها من الداخل او البلوك دياجرام فيش في حاجة يعني نشرحها ده تركيب الاي بيروم من الداخل طيب ده عبارة عن زي ما شرحناه في البداية خالص مع اختلاف طبعا ترتيب الارقام على حسب النوعية اللي انت بتستخدمها لو جيت تقرأ الاي زير والاي وان والايتو لو انت مش هتستخدمها اللي نوعية او قطعة واحدة فقط اي بيروم مع المايكرو كنترولر بتاعك مش هتحتاج توصل الطلت اطراف دول باي حاجة لهتوصلهم بجراوند ولا باي شيء خالص وهتتعامل ان هم بصفار تمام هنشوف ده هيبقى اوضح لما نوصل للعنوان طبعا هنا بيعرفك وظيفة كل حاجة والاكنولوجي والرسيت والستاند باي والباس بروتوكول والكلام ده كله احنا الكلام ده نا يهمناش حتى بيشرح حالك هنا ده لو انت حابب تتوسع يعني او تقرأ الكلام ده تعالى ندخل على الجزئية المهمة زي ما انت شايف هنا المايكرو كنترولر بتاعك هيشتغل في وضع الماستر سواء هيترانسميت او سواء هيريسيف تمام سواء انا هبعد بيانات تتكتب على او هستقبل بيانات من على فالمايكرو كنترولر هيشتغل كماستر الاب روم نتظبط عن المصنع انها تشتغل كسليف طيب بالنسبة هنا للتايمينج دياجرام مش هيفرم معك قوي هنا طبعا الماستر هو اللي بيجينريت زي ما هو باين طبعا مش هيحصل اي او مش هيحصل خارج من الماستر اللي ازا حصل ايه اللي واحنا في في الهاي في السيجنل بتاعة في الهاي نبقى نبعت البيانات بتاعتنا ودي البيانات اللي هتخرج من بمعنى لما انت تيجي تبعت حاجة متاح ان هو هيرد عليك ان هو استقبل البيانات دي او استقبل العنوان بشكل مزبوط او الكلام اللي احنا قلناه وشرحناه قبل كده كنا شرحناهم في الجزئيات اللي فاتت طيب نيجي هنا للمهم لسليف ادرس لسليف ادرس مكون من تمانية بت تمانية بت دول انت بتبعتهم طبعا بعد ما تبعت زي ما كنا شرحنا هنبعت الادرس بتاع اللي انت هتتعامل معاه الادرس ده في اربعة بت سبتين ما بيتغيروش واحد صفر واحد صفر دول مزبوطين بواسطة المصنع او الشركة المصنعة للاي بيروم يليهم تلاتة بت هم دول اللي بناء على التوصيلات بتاعة التلات اطراف او التلات بنات بتوع اللي قلنا عليهم في الاول لو احنا وصلنا بواحد يبقى حط هنا واحد او بخمسة يعني هحط هنا واحد ويبقى هنا بصفار مدام لاتنين التانيين واصلين بهكزا ما وصلتهمش خالص احط تلات صفار طب هم اصلا معمولين ليه زي ما قلتك عشان لو وصلت اكتر من ابدأ عنوان كل واحدة بعنوان مختلف عن التاني عشان اعرف اتواصل معهم كلهم نيجي هنا الاخر بت البيت الخاص بالريد ولا رايت وزي ما انت شايف بتبقى يعني ايه يعني لو انا وصلت او بعدت صفر ليه اه في البتاية دي معنى ان انا هعمل على لو انا بعدت واحد يبقى انا هعمل من خلاص يبقى معنى الادرس بايت او البيت الخاص بالادرس بتاع طيب تعالى نشوف هنا الترتيب لو انا عايز اكتب بايت في الزاكرة هروح اكتب على مكان في الزاكرة هكتب بايت هبعد بيانات تمام الكلام ده هيتم ازاي او هتتبعد ازاي من بتاع المايكرو كنترولر هبدأ مع ازاي في البداية هبعت عن طريق ان انا هستدعي بتاعت اللي شرحناها في الحلقة اللي فاتت بعد كده هبدأ ابعت الادرس ده معناه ايه ان انا هروح هقول الفانكشن اسمها من خلال الفانكشن دي هديها التمانية بيت اللي هروح اكتبهم او هخرجهم على الخاص بالمايكرو كنترولر فيقوم يبعتهم على الاس دي ايه للسلايف التمانية بيت اللي هبعتهم هبعتهم بالمنزر ده واحد صفر واحد صفر 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 وانا هعمل عملية كده بالتالي هنا هيبقى الكيمة بتاعته بصفر هيبقى واحد صفر واحد صفر ده بالهايكسا دي سلمال يعني ايه والصفر صفر معناها صفر يبقى ماذا سطر ده اللي هيتبعت هنا طيب بعد كده طبعا بيترد عليه من انا ههمل دلوقتي الكلام ده ما يهمنيش المهم عندي هنا هو ايه? بالنسبة بقى بعد كده ركز كده في الجزئية دي هتلاقي مكتوب. ركز تاني يعني ايه? يعني اتنين يعني اتنين يعني يقدروا يوصلوك لاي مكان في الزاكرة يعني البيانات اللي هتتبعت من هنا عبارة عن ستة اشار الستة اشار دول معناهم يعني العنوان اللي انا هروح اكتب فيه البيانات. خلاص العنوان اللي انا هروح اكتب فيه البيانات في الزاكرة. يبقى انا هنا هبعت العنوان. نفترض ان انا عايز اروح لعنوان زيرو يبقى هبعت هنا زيرو اكس صفر صفر. خلاص هنا في الجزئية دي. هبعتهم ازاي ان انا هستدعي وهبعت لها الزيرو اكس زيرو زيرو. هترد عليها ما يهمنيش. بعد كده ايه اللي هيحصل? ابعت الديتا برضو ها. يعني انا هقول برضو مرة تانية هتقوله مرة تانية علشان تبعت بقى الديتا بتاعتك. هتبعت الديتا بتاعتك. وبعد كده هتبعت. يبقى ده اللي انت محتاجه علشان او واحد في الزاكرة. احنا مش عايزين او العنوان الحالي او الكلام ده عايزين يعني ايه انا اوصل لمكان ما في الزاكرة مش عايز امسي مش عايز امشي يعلمش ايه? اقعد اعد على كل العنوان في الزاكرة لحد ما اوصل للعنوان المقصود. يعني انا مسلا عايز اروح لعنوان زيرو اكس زيرو فايف. فهعد على صفر واحد واثنين وتلاتة لحد ما اوصل لفايف. طبعا ده حاجة هتهدر من الوقت لان اصلا الكلام ده بيتطلب وقت علشان يقرأ ويكتب في الزاكرة. تمام? المهم انا عايز على طول. عايز اروح هريد من مكان عشوائي من مكان انا اللي عايز اروحه على طول مو باشرة. هعمل ايه? يبقى هعمل الباكت او الفريم ده. ركز معايا في الباكت هنا. في البداية ركز كويس جدا ده الفريم او الباكت اللي هتتبعت علشان اروح اقرأ من مكان ما في الزاكرة. اروح اجيب منه بيانات. في البداية هبعت عن طريق ان انا هستدعي بتاعت وبعد كده اللي هو ايه زيرو. زيرو اكس ايه زيرو. طيب. طب ايه زيرو? ده معناها ايه? الزيرو الاخير ده? اللي هو بتاع اللي هو بتاع طبعا. ليه? مش احنا المفروض هنروح نعمل او احنا المفروض فعليا هنروح نعمل ده اللي انا قصده. ده اللي بصفر. طب انا هعمل ما هو بقى ده متبرمج من الشركة المصنعة. عايز تقرأ من مكان ما في الزاكرة. هتبعت هنا صفر الادرس اللي هو واحد صفر واحد صفر 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 صفر. وبعد كده هتبعت الادرس بتاعك بتاع العنوان اللي في الزاكرة اللي انت عايز تروح تقرأ منه. تمام? اللي هو زيرو اكس مسلا زيرو زيرو. وبعد كده هتبعت مرة تانية. بقى فاكر لما قلت لك في انترفيس واحنا بنشرح انت ممكن تبعت اكتر من وانت بتتعامل مع طب انا بعدت هنا تالية بناء على ايه? والله الباكت هاي اللي بتقول لي كده الشركة المصنعة بتقول لك ابعتلي بالمنزر ده. علشان تقدر تستقبل بيانات من مكان ما في الزاكرة عندي. تمام? فهتبعت مرة تانية. بعد كده تبعت مرة تانية. ولكن هنا هتلتزم ان المرة دي يبقى يعني بمعنى. احنا كنا بنقول هنا ادريس واحد صفر واحد صفر. وتلات صفار للأزيرو والأوان والأتو. وبعد كده الصفر بتاع الرايت. لا هنا بقى هيبقى واحد لان بتتطلب واحد. هنا هيتكتب واحد مكان صفر فيبقى زيرو اكس اي وان. تمام? يبقى ده العنوان اللي هيتكتب فيه الجزئية دي. بعد كده تبدأ تستقبل البيانات عن طريق ان انت هتستدعي الفونكشن بتاعة اللي احنا كنا تكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت. يتحط فعال بيانات تبدأ ان انت مسلا لو مخطط تطبع على تطبع على اين كان تبدأ تعرض البيانات. وانت كده هتستقبل البيانات. هتروح من خلال الفونكشن بتاعة الريد او سواء كانت او 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 تبدأ تستقبل البيانات من بتاع الديتا. وبعد كده تبعت الستوب كونديشن اخر حاجة. يبقى ده الباكت اللي احنا محتاجين ان احنا نعمله باستخدام الكود. هل في اي حاجة تانية في الديتا شيت? الديتا شيت دي جابت من الاخر. مفيش اي حاجة تانية. هنطبق على الكود الكود انا كتبته علشان اختصارا للوقت. وعملت له سيميوليشن على كمان عشان نتأكد ان هو تمام. الكود في البداية احنا شرحنا الاجزاء الاساسية في الجزئية اللي فاتت او الدولة الاساسية في المرة اللي فاتت. الكود لازم تبقى انت عامل ليه? تردد بتاع اللي هتستخدمه عشان هستخدم بتاعة الالسي دي اللي شرحناه قبل كده نضيفت للكود. وهستخدمها زي ما هي. ليه? علشان اطبع عليها القيمة اللي هكتبها في الزاكرة. خلاص? تاني. علشان اطبع عليها القيمة اللي هكتبها في الزاكرة. على الالسي دي. هنستخدم بتاعت علشان هنستخدم الفانكشن بتاعة هنستخدمها في الكود. طيب نيجي هنا بقى لتنظيم الكود بتاعك. في البداية انت عايز وتديفاين واي بروم على ادرس. وتديفاين لليه ريد ادرس. اللي هو اللي كان ايه? اللي كان دا عبارة عن ايه? واحد صفر واحد صفر. تمام كده. والتلاتة بتوع الاي two والاي one والاي زيرو اللي هم تلت صفار. وبعد كده هرايد يبقى صفر. طيب عشان اعمل ريج اللي هو كان واحد صفر واحد صفر. وتلت صفار والريد بتاخد واحد في اخر بت. فهم دول ده ده بيكافئ ده بلهكس ديسمر. طيب الفانكشن زي الفانكشنز اللي شرحناهم في المرة اللي فاتت والسطورت والسطوب والانشيالايز والرايت نفس الكلام والريد اكنولوجي بس خلتها فانكشن بتريتيرن كاركتر علشان اللي انا هروح احفظه في الزاكرة عبارة عن كاركتر فعايز استرده تاني ككاركتر عشان ما يدهليش بالاسكي كود بس يبقى انا هكده هريتيرن قيمة دا لما جاستقبل البيانات الفرق ما بين اللي انا هنا بفعل بتاع هنا ما بفعلوش فبيبقى نفس الكلام فقط ده الاختلاف جينا عملنا بقى اتنين فانكشن واحدة هتريد واحدة هترايت من العشان ابدأ استخدمها في المين كود طيب تعال نشوف الفانكشن اللي انا عملتها للرايت دول الاتنين فانكشن اللي انا ضفتهم على الكود اللي فات اولا ركز معي حتة البوينتر دي انا شرحتها قبل كده البوينتر بتفيد في ايه لو انا جيت كده عايز مثلا نكتب في حسام مسلا حسام ده انا عايز تروح تتحفظ مسلا وهتدي له طبعا اول عنوان هيبدأ يحفظ في حسام مسلا نفترض هيحفظ كلمة حسام من اول العنوان زيرو اكس زيرو زيرو في العايز بقى اول ما تدي له العنوان ده واول ما تدي له الاري دي يبدأ يروح يحفظ بقى بشكل تلقائي يحفظ في اول عنوان انا ديته له وبعد كده يحفظ في العنوان اللي يليه هيينكريمنت بشكل تلقائي وبعد كده هيحفظها في العنوان اللي يليه برضو يبقى هيينكريمنت بشكل تلقائي وهكذا تمام يبقى ده اللي انا محتاج ان انا اعمله الكلام ده مش هعب بقى استقبل واحد ورد تاني وابدأ انا زود العنوان طب ليه ما احنا قلنا بنستخدم حاجة اسمها انا بعرف هنا الكاركتر اللي جايلي كبوينتر علشان ايه انا هبعت الاري اللي انا هبعتها دي هيبدأ يفنطها هنا هيبدأ يفنطها واحد ورد تاني تمام يعني ايه فنطها يعني يشوف حسام بتتكون مسلا من كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هيبعت الستة دول في ستة اماكن في الزاكر وهكذا يبقى ده فايدة البوينتر ان انا هنا مش هبعت كاركتر واحد هبعت شوية كاركتر وابدأ افنطهم داخل الدلة دي تمام فده الهدف من انا استخدم البوينتر يبقى لتو ارجومنت بتوع الفونشن دي واحد للادرس واحد للبوينتر هتقولي الادرس ده كاركتر وكاركتر في النهاية يعني تمانية بت وانت قلتلي ان من خلال اتنين بايت يعني انا قدر اوصل لأي مكان في الزاكرة وبالتالي لما اجي ابعت كاركتر لما اجي ابعت كاركتر يبقى انا مش هقدر اوصل الا من زيره لامتين خمسة وخمسين في الزاكرة طيب يبقى انا محتاج اعمل ايه يبقى انا لو عايز اوصل لكل الاماكن اللي في الزاكرة ده بقى هيبقى عبارة عن السايمينت ليك كبسيطة توصلك لكل الاماكن ده مطلوبة منك السايمينت سايمينت